فيه يعني اكتر من اه خلينا نقول اكتر من فرصة في فرصة حمل وفي فرصة اه خلينا نقول معنى تاني للكرت انه ولادة مشروع جديد. شي اكسترا انت عم تشتغله عن الشغل او بهذا الموضوع. وممكن يكون اه بالمشكلة للرجال الجوزائيين ممكن تكون هاي البهرة عن اه انثى متكاملة اه عم تزهر في حياتهم وعم بتأسهر فيهم بطريقة حلوة. بالنسبة للمرتبطين والمنفصلين. اه عم بشوف في تنازلات كتير من الحبيب في عرض ممكن يكون عرض زواج او عرض رجوع عم بشوفكم. اه رغم الاختلافات الكبيرة بناتكم. في مبين اختلافات كبيرة بين الشخصين ولكن اه عم بتقربوا شوي شوي من بعض. وهذا الحب في حب حقيقي اه بناتكم هاي العلاقة عم تتتوج عم تتطور يعني من هذا النوع عم بيصير في توازن. من بعد من ظلمت في ميزان في اكتر من ميزان في عندك ثلاثة في عندك ثلاث ورق فيهم كارما. في اه مية بالمية رح يوصل لك اكل حديث عندك وممكن يكون اه في العمل ممكن يكون في العاطفة بس انا شايف بالعاطفة خاصة اه رح يركز برج الجوزاء العاطفة لانه في سعادة عاطفية كبيرة جدا. اه ممكن تكون كمان اه زواج شايف بينك وبين الشخص اللي بتحبه في اه زواج في اولاد. ازا كنتوا اساسا متزوجين فالاولاد رح يفرحوكم بموضوع معين. اه او انه يعني عم تتقربوا من بعض اكتر من بعد مكان يعني الجوزاء شوي بعيد اه ومشغول بشغله واموره. اه عم بشوف اه كتير. اه في فرصة انه يعني ترجع الامور يعني شايفيتها احلى من الاول حتى بكتير. في اه مادة في ترقيب العمل اه في رح تاخد حق اكسا كان اللي عميكي عليه بالعمل رح تاخده. في مش مش مشكلة. ولكن في حدث كبير رح يصير هذا هاي الفترة. هذا الحدث. اه رح يعطي كل واحد على حسب نيته. خلينا نقول. ازا انت كنت اه انا ما بعتقد ان الجوزاء بيظلم. اه ازا انت كنت اه ظالم حدا رح تاخد جوزاءك او العكس صحيح. فانا ما يعني ما مش عارفة ازا الجوزاء ممكن يعمل يبشي. بس انا اللي بعرفه لا. اه شايفة انه الشخص اللي بتحبه او اه شريكك. اه عم بيرقبك كتير عم بفكر فيك طول الوقت. اه عم بيكون في عنده شعور بندم يمكن عمل شغلة كبيرة او شغلة زعلتك اه بناحية من النواحي. بالعمل عم بشوف اه قد ما كان فيه اشخاص عم بيحاولوا انه يصبطوا من معنوياتك. عم بشوفك طاير لفوق. يعني مش سائل عن حدا. برج الجوزاء هاي الشهر حلو على الصعيد العملي. وعلى الصعيد المادي والعاطسة اكتر شي فانيا لهم. ان شاء الله يا رب انه تنصبط مع اه اكبر عدد ممكن. خلينا نشوف اكتر على العاطسة. كاس كبير جدا 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 من الحب. في مشاعر خوية كتير بينك وبين الحبيب عم ترجع تتحرك وعم يرجع الوضع يرجع اه احلى من الاول زي ما قلنا. اه شايفيتك عم تتشرط اه عم بتحط شروطك عم تتحكم تكون انت المتحكم في العلاقة. اه شايفيتك برج الجوزاء عم تستعين شوي بشخص اكبر منك. على فكرة الشريك اه او هاي هاي قراءة ممكن هاي تعاطسية ممكن تكون عكسية ايضا. اه انت او الشريك اه عم بيخبر اهله عن الموضوع. الشريك ممكن عم بيخبر اهله عن الموضوع. وعم بتم الموضوع على خير. شايفي فيه في تطور للهاندنان اللي هو الامور اللي كانت مؤجلة. الامور اللي كانت اه كتير. اه خلينا نقول اه جانبه. كلها رح تتحرف يعني بالعلاقة العاطفية. فيه حركة وفيه اكشلز كتير. هاي الفترة. شايفي انه الشريك كتير مقبل اه عليك ورح يعني يقدم اه شي بالنسبة لالك. خايفيتك بالنسبة انت لالك رح تكون شوي حذر شوي اه اه عم تكون ثقيل يا وادي ثقيل. بس اه عم بشوفك انت بتحبه هو بيحبك يعني فلسول تكبير الرأس. اه عم بشوف من بعد ما كنت اه في عندك ويوم في عندك اه اكاذيب عن الحبيب يمكن اه مناوشات اه مع الحبيب عم تنتهي. فكل الورق الحمد الله حلو جدا. الورق للجوزاء يعني يمكن يكون اكثر الابراج المحظوظة هاي هاي الفترة. لانه احلى ورق يعني بيان عندي تقريبا. اه بيان انه في اه كتير رح تكون يعني حميمية اكتر في العلاقة بينك وبين الشريك. خاصة ازا كنتوا ازواج فرح يكون اكتر العلاقة ما بينكم اكتر اه حميمية اكتر اه قرب. فكل الورق نفس يعني كل ورق حلو الحمد لله للجوزاء. خلينا نشوف عقلك الباطن يا جوزاء شو عم بيقول لك هاي الفترة او عم على شو عم بتركز اكتر شي. اه. كي عندك اه انتصار كبير. اه شايتيته اكتر من ناحية عاطفية اه او حتى من ناحية عمل. في مشروع كان جامد في مشروع كان اه يعني مكتوب له الفشل او كزا شوي شوي عم ينور. وازا كان هذا الكرت اه على الصعيد العاطفي لبعض الاشخاص. فشايته في شجرة عيلة في تطور للعلاقة في اه ولاد في زواج في يعني في شجرة عم تنور شجرة العيلة الجديدة ام بتنور? حتى لو كنتم بتزوجين طبعا. طيب لو في تحزيرات او بشائر ممكن تكون. بس اكتر ايش تحزيرات هذا الورق? الورق. لبرج الجوزاء شو عم بيكون? اه. هنا طلع مقلوب اه عم بيقول لك انه شوي روحانياتك يمكن عم تقل هاي الفترة يا برج الجوزاء عم تبعد شوي اه عن الروحانيات الصلاة الدعوات. فمتل مش تحزير. يعني تحزير يمكن انه لا ما بتعمل هيك. اه الفترة الجاي حاول انه تزيد روحانياتك تزيد اه صلواتك تزيد العلاقتك يعني في ربنا بشكل عام. اه. اكتر اشي هيك بسهم وانا هذا اذكرت. هذا الكروت انا كتير بحبهم. زي ما بيعطونا اشياء ايجابية. دائما يعني بس بقى الاغلط. بش. بيقول لك اتمنى. بيقول لك اه اتمنى اي اشي هاي الفترة. اه وتخيله. فرح يصير. وكأنه عم بحكي لك في امني رح تتحقق هاي الفترة. اه اطلب وتمنى زي ما بيقول لك. فكرت جدا جميل. يعني بكمل قراءتنا وبيكمل الامور اللي حكيناها. نشوف كمان نصائح. نلقي انت بيقول لك انت اساسا اه مثل معلم روحاني في داخلك. ولكن انت مش مطور هاي الشغلة. انت ما عم تتعاطى مع التطل الكامل اللي داخلك. اه زي ما قلت لك قبل شوي بالتحذير انه بعيد شوي انت حاليا من من موضوع الروحانيات فحاول انك تزيدها وتزيد الطاقة الايجابية طبعا اللي عندك اياها. بيقول لك انت بالاساس شخص روحاني. وبالاساس ممكن تكون معلم. اه حتى روحاني او هيلر للناس اللي حواليك. اه ولكن بيقول لك نمي هاي هاي الموضوع. ما تخلي اه يعني ضعيف داخلك. اه نمي لانه له مستقبل معك. اه بيقول لك ارجع طفل. اطلع من الطاقة اللي انت فيها. الزعل والنكاد والا كزا. بيقول لك اه هاي الفترة كتير رح تكون حلوة. ارجع طفل. ارجع استمتع بالامور اللي كنت استمتع فيها زمان. اه نبين برج الجوزاء شوي من كتر التجارب السلبية اللي عاشها بالفترات الماضية. اه صار حتى الاشياء اللي كان يستمتع فيها بطل يستمتع فيها. فبيقول لك لا. رجع حالك لاجوزاء الاديم. لا انت اه شخصك الاديم. لا اه شخصيتك الاديمة هي الصح. بيقول لك ما تستغير ما تخليك كفل من جواتك انت اساسا كفل. اه فبس عم بيقول لك. انه ترجع تستمتع بالامور اللي اه وتعطي وقت لنفسك يعني مش كله شغل واهتمام بالاخرين تعطي وقت اكتر لنفسك. حب حالك اكتر. اه ها بيقول لك في في حقيقة معينة رح تظهر قدامك في او حقائق خلينا نقول في هاي الفترة فكون اه متنبه جدا للرسالات الكونية لكل شي حواليك للحس السابس اللي داخلك. في كثير امور رح تظهر قدامك. اه كنت انت منخدع فيها يمكن كنت انت اه موهوم فيها. ففي حقائق كتير رح تظهر اه قدامك ويكون موضوع لمصلحتك لحتى يكون لمصلحتك تكون كتير متنبه للرسالات اللي جايتك اه من حولك. فا حبا يدي قورة الزوزة بشوفكم بالا ترجمة نانسي قنقر